يعني طبعاً أول ماتش لفريرة في مواجهة قوية أمام الزمالك أو أمام الوداد ومباراة لا تقبل القسمة على اثنين طبعاً اختلفت براية فريرة المرادة عن ولايته الأولى في عام 2015 صحيح نقدر نقول طبعاً متغيرات كتير جداً حصلت ما بين الولاية الأولى والولاية الثانية لمستر فريرة فيما يتعلق بمرات النهاردة نقول بشكل واضح جداً إنها لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للزمالك إنه ما عندهش أي خيار آخر غير الفوز بينما الوداد عنده أكتر من احتمال وأكتر من خيار بالتأكيد وصوله على نقطة وحيدة هنا في القاهرة تعني أن أماله كبيرة جداً في حين إن الزمالك ربما تنعدم فرصه تماماً إذا لم يحقق الفوز عشان كده نرد منقول إنها مباراة مصرية وعنق زجاجة فعلياً لنادي الزمالك مع مستر فريرة لكن أعتقد إن شاء الله الأجواء والحالة المعنوية للعيب الزمالك واستعداداتهم وجود مدير فني جديد طوال الوقت في أي مكان بيطفي معنويات عالية بيحدث روح جديدة ده اللي حصل حالياً في الفترة الحالية وخاصة إن فريرة مرتبط في الزقيرة سواء عند اللعبين أو عند جماهير نادي الزمالك بأمور إيجابية كثيراً فنتمنى إن شاء الله نهاردة تكون البداية جيدة ويكون موفق في اختياراته ويحقق الفوز إن شاء الله أستاذني كاملنا يمكن بالحديث عن فريرة أبيو قال إن فريرة أحسن مدرب يعني مسك تدريب الزمالك في خلال العشرين سنة الماضية وإعلاقته مع اللعب علاقة كويسة جداً تعالي حضرتك على كده أنا بصنف فريرة واحد من أهم المحدثين في الكرة المصرية وبشوف إن إحنا حرمنا جميعاً ولاية نادي الزمالك فقط من طفرة وصورة خططية عظيمة جداً لم تكتمل ليه بقول الكلام دا؟ لأن إحنا على مدار سنين طويلة أو من 2011 تقريباً إلى أن جاء فريرة نادي الزمالك كنا بنلعب بطريقة لعب سابتة كل الأندية تلعب بنفس الطريقة 4-2-3-1 إلى أن جاء هذا الرجل وأضاف طريقة 4-3-3 اللي كيروش حالياً بينافزها مع المتدخل المصر المؤخراً فبالتالي فريرة كان أدخل كان سابق بشكل كبير جداً ومتفاق جداً ورغم أنه كان عنده نواقص يعني كان قايمة لعبنا دا الزمالك أقل جودة من اللاعبين الحاليين لكنه قدر يعيد الزمالك إلى القمة والمجد وحصد بطولتي الدوري والكأس مش بس الأرقام ولا البطولات اللي بتقول دا لا الشكل الخططي كان شكل جديد على كرة مصرية عموماً كنت شخصياً وكنت متحمس جداً وأتمنى أن دا يستمر لفترة أطول علشان الأندية الأخرى تستفيد من هذه التفرة ثم تنتقل لباقي الأندية وبالتالي يستفيد بيها المنتخب المصري اللي النهاردة جاي نفذها بعد ست أو سبع سنين مع كارلوس كيرش فبالتأكيد متفق تماماً مع أن فريرة واحد من أهم المدربين اللي شهادتها الكرام المصرية على مدار تاريخها